أيضا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك تهنئة للمواطنين المصريين المسيحيين قال فيها أهنئ الأخوة المسيحيين في مصر والعالم بعيدهم وأعتز دائما برباط الأخوة والمحبة الذي يجمع بين المصريين مسلمين ومسيحيين هذا الشعب الطيب الذي يضرب أرواع الأمثلة في التكافل والتضامن في أوقات المحن لا سيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع طبعا لفتة رائعة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامعة الأزهر لكن للأسف نحن نتابع التعليقات على هذه التهنئة شعرنا بالصدمة وشعرنا بالحزن الشديد أتكلم عن نفسي أنا شخصيا لأنه هذه التعليقات اللي أنا بقصدها طبعا مش كلها لكن تعليقات كانت كتيرة وده اللي يقلق وده اللي يخوف ده اللي يخض لأنه التعليقات يمكن أنا بعرض دلوقتي وأنا مضطر أن أعرض بعض هذه التعليقات التي حملت من التشدد كمية لا يمكن تخيرها ولا يمكن أن نقبلها لأنه شيخ الجامعة الأزهر هذا الرجل الذي هو المرجع الديني لسنة العالم الإسلامي كله يهنئ الأخوة المسيحين بعيدهم فتنهال عليه التعليقات والانتقادات تقريبا هذه التعليقات كانت عبارة عن معركة بين المتشددين والمعتدلين لكن كنا نتمنى أن هؤلاء المتشددين يأجلوا تشددهم يأجلوا نشر هذا الفكر المتطرف وهذه الكلمات الجوفاء لأنه العالم كله وليس فقط مصر العالم كله بمسلميه ومسيحيه ويهوده والبوزيين واللادينيين والملحدين كلنا بنعاني أزمة غير مسبوقة أزمة تعاني منها البشرية جمعاء ألا وهي فيروس خطير ينتشر ويتمدد في كل أنحاء العالم يعني هذه الظروف كانت أدعى أن ننشر التسامح ننشر الأفكار الطيبة الأفكار الحسنة ننشر المشاعر الطيبة التي نحن في أمس الحاجة كلنا في أمس الحاجة إلى هذه المشاعر لأن كل الناس على كوكب الأرض يواجهون نفس الخطر وبالتالي كنا بحاجة لنقاء القلوب وصفاء السريرة لكن للأسف هذا لم يحدث ترجمة نانسي قنقر